بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا حبيبي في الله ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا جميعا بخير وصحة وسعيدة وافية وزاتر ابن الرحمن دايما يارب حبيبي النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الاكتئاب اسبابه وطرق علاجه بأمر الله تعالى قبل ما نبدأ في الموضوع باتمنى من كل متابعين الكرام اللي ما اشتركش في قناتي ياريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد وما تنسوش تسيبوا لي التعليقات بتاعتكم انا هردت عليها وطبعا فضلا وليس عمرا اتمنى ان يكون الكومنتات كلها او التعليقات كلها فيها ذكر الله عشان ناخد سواب عظيم بأمر الله تعالى وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب مش هطول عليكم ندخل في موضوع على طول الاكتئاب اسبابه وطرق عليكم تعرفوا ان من اكتر الافعال استفزازا واكترها جهلا وغباءا انك تشوف انسان حزين مكتئب فتبدأ ان انت تعطبه وتلوم على اللي هو عامل نفسه فيه ان هو تعب نفسه وانه ليه متضايق وكأن ده اختياره هو وتبدأ انت تستعجب هو مكتئب ليه مش بس كده لا ده انت بتلاقي نفسك تلقائيا بتعدله الحاجات الحلوة اللي عنده اللي تستاهل ان هو يروأ باله عشان يستمتع بيها طب خلينا الاول نتفق ان الاكتئاب حاجة والاريافة او اللي هو متضايق شوية ده حاجة تانية خالص فيه جملة مقصورة وشهيرة بتقول والفكرة ان المكتئب غالبا مش زي السينما ما صورت لنا الصورة النماطية بتاعة المكتئب اللي هو ماشي اه منحني كده وقعد لوحده طول الوقت وبيحاول يربط حزم في السقف وعشان يشنق نفسه الله اكبر زيه زي الله اكبر المدمن اه اللي تحت يعنيه سواد وبيمسح مناخيره في كمه وبيعمل حاجات غريبة كل ده كلام هجويس كل ده مش صح المكتئب يا جماعة ممكن يكون اي حد بيشوفه وبيتكلم معاه بيحس ان هو شخص عادي لكن مكتئب يعني ممكن يكون انسان مكتئب وبيتكلم انسان مكتئب وبيخرج عادي جدا انسان مكتئب وبيروح شغله عادي جدا انسان مكتئب وبيجيب التارجد بتاعه انسان مكتئب وبيجامل وبيروح مناسبات وبيحضر اعياد ميلاد وبيروح افراح اه ممكن يكون المكتئب ده اب ممكن يكون المكتئب ده ام ممكن يكون ابنة او اخ او زوجة إذن فالمكتئب مش مشلول ولا قاعد في جزيرة لوحده المكتئب هو إنسان طبيعي وبيعمل كل حاجة فمش لازم يبان عليه لكن فيه شوية حاجات العلماء أجمعوا إنها علامات للإكتئاب وهي إيه بقى؟ هنقولها مع بعض والله طبعا أعلى وأعلم المكتئب هتلاقيه شايف كل حاجة في حياته فيها مشكلة أو مش ماشية مظبوط زي ما هو عايز المكتئب دايما مش مبسوط ولا متفائل بأي حاجة ممكن تحصل له المكتئب ممكن يعيط بدون سبب منطقي أو لأي سبب بسيط ممكن يكون مش متعود إنه يتأثر بكده موقف روتيني عادي مشهد في فيلم مثلا حاجة مش لقيها أو حاجة مش عارف يعملها وهكذا المكتئب بيكون بيلاقي أرق شديد في النوم بينام بصعوبة وبيصحى الصبح بمعجزة بيبقى عايز يعني ما بيعرفش ينام ولما بينام بيبقى مش عايز يقوم باختصار المكتئب بيلاقي صعوبة في اتخاذ القرارات البسيطة جدا زي مثلا هلبس إيه النهاردة هاكل إيه النهاردة هعمل إيه النهاردة حاجة زي كده طيب المكتئب ممكن يبدأ يشك في حبه للطرف الآخر سواء كان حبيب أو خطيب أو زوء أو حتى يشكك في حب الطرف التاني ليه المكتئب بيحس إن فيه حيط أزاز بينه وبين العالم كأنه مسجون المكتئب بيعاني يعاني من اضطرابات شديدة في الهضم الإنسان المكتئب بيستسهل الحلول اللي بتتضمن الانسحاب يعني بيحب يهرب بيستسهل الحل اللي هو زي الاستغناء يستغني عن حد بسرعة بيستسهل إنه يبعد عن حد بسرعة وجيرها من الحلول السلبية المكتئب مش عاوز يواجه خالص ومش قادر على إنه يحدد أو يعافر أو يواجه فالاكتئاب يا جماعة مش اختيار وبالتالي الشفاء منه مش بقوة الإرادة ولا بكابسولتين هيتاخدوا بشوية مية الإكتئاب ده مرض نفسي زي وزي أي مرض عضوي كلنا حرفيا معرضين للإكتئاب ولو الإكتئاب علاجه إنك تفكر المكتئب بالحاجات الحلوة اللي في حياته ما كانش أشهر الفنانين ولا أشهر الرياضيين جالهم إكتئاب صح ولا لأ والإكتئاب ده ممكن يوصل والعيازه بالله للإدمان الإكتئاب ممكن يوصل والعيازه بالله للإنتحار وأمثلة كتيرة جدا كلنا عارفينها لا داعي من ذكرها إحنا كلنا بنعيش في مجتمع ضغط ضغطنا حرفيا مطلوب مننا إن إحنا نتكلم وندحك طول الوقت لازم تعمل ماركتينج لنفسك لازم تتكلم وتقول كل حاجة لازم توصل لأهدافك ولما توصل لها تتبست بيها ومش بس كده وتتبست قوي كمان لازم تحقق أحلامك وأحلام غيرك فيك لغاية ما بنتعب من القوة بنتعب من دور السعيد الغير قابل للكسر أنا بس عايزة أطلب طلب من أي حد بيسمع الفيديو ده عايزة أقول يا جماعة ارحموا بعد أيوة ارحموا بعد ارحموا اللي قلوبهم واجعيهم ارحموا اللي قلوبهم ونفسهم مكسورة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كلنا أو معظمنا محتاجين نفهم كتالوج البشر كويس صدقوني مش هنتعب كده ولو تعبنا عارفين العلاج طب العلاج ايه؟ العلاج ان احنا نعرفهم بنفسهم كويس ونخليهم يطبطبوا على قلوبهم الحزينة نقف جنبهم نسعيدهم ندعمهم نحسسهم بثقاتهم بنفسهم نقولهم ان مفيش حد أحن عليهم من ايديهم على قلوبهم هما محتاجين يعرفوا الطريقة ازاي بس وده زي ما ربنا قال لنا لازم نسأل عليهم ونعرفهم ونفهمهم ما ينفعش ان احنا نعاتبهم على انهم او على ان الانسان اللي قدامنا ده انسان مكتئب المفروض ان احنا نعلم الانسان المكتئب ازاي ان هو الاول يطلع من الاكتئاب ده بالتدريج وبعد كده ازاي يبدأ يعيش حياته يفلطر حياته يبعد نفسه عن اي حاجة بتدايقه او اي حاجة بتسبب له اكتئاب او اي حاجة احبطته او حتى لو بني ادم سلبي او محبط يبعد عنه ازاي يبدأ يحب الحاجات الحلوة الحاجات الايجابية يتعامل مع الناس الايجابية يبدأ يغير من نفسه علشان يشوف الدنيا حلوة عشان يقدر يكمل حياته يبدأ يقرب اكتر من ربنا يبدأ ينتصر على اي احزان جواه يبدأ يحاول يخرج واحدة واحدة سنة سنة لحد ما يرجع تاني لطبيعته انسان طبيعي انسان مش مكتئب انسان محب للحياة انسان متفائل انسان ايجابي ان شاء الله بقوته بنفسه بعزمته بحبه للحياة بحب الناس الكويسة الطيبة اللي بتحبه من قلبها وجودها جنبه ودعمها النفسي ليه كل ده يا جماعة هيخلي فعلا الانسان يرجع تاني لطبيعته ويبعد عن اي اكتئب اكتئب امر الله تعالى وطبعا في الاول وفي الاخر القرب من ربنا سبحانه وتعالى والمحافظة على الصلاة وقراءة القرآن والسجود يا جماعة السجود ليه سحر جامل سبحانك يا ربي وانت ساجد وتكلم ربنا ربنا صدقني هيكرمك كلنا بنعاني من الحياة كلنا بنعاني من ضغوط في الحياة كلنا ناقصنا حاجات كلنا تعبنين بس مش لازم نستسلم مش لازم نخلي الطاقة السلبية تملينا لازم نبعد عن اي طاقة سلبية ونتمسك بربنا وان ربنا ان شاء الله يعودنا خير نفضل كل متوقعات قول يا رب ان شاء الله ده ايه دامحنا بعدها منحا ان شاء الله اختبار وانا هزبر وربنا هيجازيني خير يا رب ده بتلقى صعب بس انا هزبر عشان انت كتبت علي كده ان شاء الله هتعودني خير ربنا ان شاء الله هيعودنا خير هيعودنا جميعا خير كلنا تعبنا كلنا ملناش إلا ربنا كلنا بنقول يا رب ربنا يا رادينا جميعا يا رب افتح لنا أبوي بالخير اللهم افتح لنا في الحياة فالرزقة كل باب المغلق اللهم ارد عنا وردنا وفع عنا وعيفنا واستجب دعانا يا رب وحسن ختمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم انك عفوهم كريم ورحيم ان تحب العفاف عننا حبيبي في الله نختم كلامنا بأحب الكلام والذكر إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي قيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضع نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون والحمد لله رب العالمين حبيبي في الله فضلا وليس أمرا ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وكممنت وما تنسوش الاشتراك كل اللي ما شاركش في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد وشكرا شكرا كل الشكر والتقديل ومتابعين الكرام إن شاء الله أشوفكم قريب في فيديو جديد أسابكم في حفظ الله ورعايته فأمان الله